موسيقى 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 استاذ سامير الغسال وبقول ان احنا شوفه ان expenditure پادئة واشنان له وسلم يعني استاذ medo احدى دى ev be 85 سنة علي ميلاده و 37 سنة علي وفاةه فقد ايه عايش부 اه بلزبط مرحلة بالزبطة. هو المطرب الباقي هو المطرب المعبر عن عن نشعرنا عن قلمنا حتى كان حضوره اللافت جدا واللمع في ميدين مصر اثناء آآ صورات صورة يا مصر اللي هي صورة 25 يناير وصورة 30 يونيو هو اللي اغنياته اعماله كانت معبرة عن نبض كل المصريين حكاية شعب صورة الاجالة العظيمة والعقرية اللي احنا كنا عايشين بيا وكانت هي اللي بترجم مشاعرنا في هذه اللحظات الحاسمة والفارقة من عمر الوطن. ايه ايه من وقت نظرك سر بقاء المطرب الاسطورة عبدالحليم اه والله هقول لحضرتك يعني في اه طبعا هو اكيد ده شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى اه لان احنا مهما قلنا قد ايه عبدالحليم عبدالحليم يعني تلعب كتير جدا في حياته اه كان صادق جدا في اللي بيقدمه اه بيتعب في الكل حاجة بيحاول يوصل الاجادة في الكلمة وفي الجملة اللحنية وفي التوزيع الموسيط يعني تلاقي حتى اه اه اغني التوزيع بتاعها المنحنين ميجي يشتغلوا مع الناس تانية تلاقي التوزيع مختلف في المنزومة كلها عبدالحليم يعمل اه شكل كده للتوزيع وبهدم الغنوة من الالف الى الياء اه عبدالحليم صحته انت عارف كان مريض اه اه من اسره على قد حالها في بلد محدش يعرف عنا حاجة الحلوات قرية صغيرة محافظة شرقية اه يعني يتيم الاب وهم ما شفهمش فربنا سبحانه وتعالى اراضي يقولك انه اليتيم الفقير المريض الكل ده انا اخليه علم من اعلام الوطن العربي وهكذا كانت اراضة ربنا طبعا ادى لعبدالحليم حاجات كتيرة جدا بالصبر على مرضه وعلى العزبات وعلى مشوار الكفاح الطويل ده وعلى الشائعات وعلى محاربته الناس كتيرة قوي حاربة عبدالحليم موصلش كده على طول اه رفضوه كتير جدا في في الازع المدلغاني زي الخواجات هو كان خاصة يبسط الايه الكلمة او الدملة الموسيقية هو طبعا او حلق يعني هو اللي كان مرحلة حاسبة وفارقة افطة طول الغنة يعني كان عامل حقق بصوته وعماله نقلة تريد الغنة الغنة كان دي ستايل وده زي معين وده شخصيته وده شخصيته وده شخصيته وده اللي فتح الباب يعني هو كان سلاحزه حدين عبدالحليم كان السهل المنتنع زي ففتح الباب لمصورة ما تتسدش كل دلوقتي ينهب وده لانه بسط الكلام بسط الاداء بسط التعبير فكل افتكر انه ممكن يرني معين عبدالحليم عمل كل ده بس احساسه كان هو الفارق يعني احساسه كان هو الطاهي على كل ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة